وحده الشكل الخارجي يبدو سليما بينما الصورة الداخلية لمبنى إذاعة أبيان تظهر مدى الخراب والتدمير الذي لحق بها جراء الحرب الأخيرة التي شهدتها المحافظة سنكون سعداء متى ما سمعنا صورة إذاعة أبيان يعود إلى المواطن مرة أخرى لأنه جزء من المشاركة المجتمعية في هذه المحافظة بعيدا عن القذائف والقنابل كان النهب والتدمير حاضرا ولم يستثني أجهزة البث الإذاعي والأثاث وبقية الممتلكات بل وصل إلى الجدران التي ما تزال تحتفظ بآثار الخراب منذ نحو خمسة عقود لم تسكت إذاعة أبيان ولم تتعرض لما تعرضت له بهذا الشكل إلا مع وصول الجماعات المتشددة إلى هنا ما ألحق بها كل هذا الدمار قرابة خمسين عاماً ظلت الإذاعة صوت المواطن محتفظة بهويتها الإعلامية من خلال محاكاتها للجمهور في محافظة أبيان والمحافظات القريبة نعد أيضاً الجماهير بأن الإذاعة خلال الفترة القادمة ستشكل أيضاً نقلة نوعية في إطار التوقه الحكومي الذي ستشهده المحافظة من خلال استثباب الأمن الذي هو مطلب أساسي لأبناء هذه المحافظة التي شهدت كثيراً من العناء وشهدت كثيراً من التدمير كغيرها من المنشآت تنتظر إذاعة أبيان إعادة تأهيل المبنى ليكون ضمن المشاريع التي وعد بها رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى المحافظة حيث الأهمية الكبيرة التي يمثلها وجود الإذاعة وتحديداً في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد باعتبارها من أهم الوسائل المساهمة في نشر الوعي الثقافي والفكري بين أوساط المجتمع لطف إبراهيم بناتو بلقيس أبيان اشتركوا في القناة